طب بالنسبه لبلطه 2WAY وعايزك تركز معايا كويس اوي البلطه 2WAY الحمل فيها بتوزع ازاي كاي؟ قالك! بص اللوان عندي بلاطة كده 2WAY طبعاسبك تبقى لو ال R 1.1 و2 أو ال L على L short اصغر من 2000 عندي هنا كاميرا وعندي هنا كاميرا وعندي هنا كاميرا وعندي هنا كاميرا ده كده L وده كده L short لو دي كانت one way كنا بنيجي نقول ايه والله نصها بيتوزع طب لو كانت ليفر اجي اقول والله كلها بيتوزع طب هنا انا عايز اعرف الكاميرا اللي في L short اللي هو الطول القصوية تعالى نقول ان الطول ده 3 متر وتعالى نقول الطول الكبير ده 5 متر طب نحسبها ازاي جي قالك بص اكيد الكاميرا اللي طولها 5 متر هتاخد مساحة اكبر واكيد الكاميرا اللي طولها 3 متر هتاخد مساحة اقل صح طب جي قالك هنحسبها ازاي جي قالك هنحسبها عن طريق تنصيف الزاوية لو الزاوية دي قيمة ناخد كده ايه خط كده وناخد هنا ايه خط كده وناخد هنا ايه خط كده وناخد هنا ايه خط كده هننصف الزاوية ما بين الكاميرتين بحيث النص الزاوية دي مرمي على الكاميرا دي والنص التاني مرمي على الكاميرا التاني ونوصل لحد ما يقابلوا بعض هنلاقي دايما دايما حصل كده هلاقي ايه اللي حصل هلاقي ان الطول الكبير خد شكل شبه منحرف وهلاقي ان الطول الصغير خد شكل مسلس ركز لان انا لما كنت في الكلية ما كنتش فاهم من الموضوع ده كويس قوي يعني كنت كان موضوع ده خانقني وكنتش فاهمه بس لما الواحد بقى ايه اشتغل بدأ بقى يلنك الحاجات دي قوي فنصيب الكاميرا الصغيرة هو مسلس ونصيب الكاميرا الكبيرة هو طربي زوية ده هتفضل ثبتة كده دايما معاك في كل البلاطات التوي طب الابعاد بقى كام يجي يقولك بص مش دي زاوية تسعين اقوله اه طالما دي زاوية تسعين يبقى الزاوية دي تتنصيف زاوية يعني كام تنصيف زاوية 45 ودي كمان كام 45 ودي كمان كام 45 طالما ده مسلس 45 45 يبقى الطول ده كده بالنسبة لك نص القاعدة اه رجعنا بقى الثلث عددي ارتفاع المثلس اللي هو الخمسة واربعين ارتفاع المثلس الخمسة واربعيني ارتفاع بيسوي نص القاعدة طب القاعدة دي تلاتة متر هيتلاقي الارتفاع هنا متر ونص تلاتة متر على الاتنين طب استنى اقولك نعم مش دي كده تلاتة على الاتنين اقول لك اه ودي كمان كده كام 3 على 2 اللي شورت على 2 ليه يا عم قال لك عشان دي زاوية قايمة طالما دي زاوية قايمة ودي زاوية 45 ودي زاوية 45 يبقى الضلعين اللي هم غير الوطر هيساوي بعض طب ماشي يا عم ده كده 45 وده كده 45 ودي كده 90 فبالتالي ده كده 3 على 2 لكش دعو بتربزو ده نركز في المسلس بس ليه 3 على 2 اهو ارتفاع المسلس انا قلبتها ارتفاع المسلس هيساوي نص القاعدة هيساوي ده تمام جدا جي قال لك ايه تاني مش دي كمان زاوية 45 اه ولو انا شديت خط كده كونت هنا مسلس قايمة زاوية برضه فلو انا كونت مسلس قايمة زاوية ايضا 45 يبقى الحتة دي بتساوي الحتة دي والحتة دي بتساوي الحتة دي الحتة النايمة هتساوي الحتة الوقفة هتساوي الحتة دي هتساوي الحتة المربعة ده يبقى الضلع ده هيساوي الضلع ده والضلع ده هيساو الضلع ده طب ارتفاع ده كان برضو قل شرطة على اثنين برضو التلاتة على اثنين مالكش تلاعبى تل enjoying the quint says deux الثلاثة على الاثنين ثلاث على الاثنين يبقى خلاصة الكلام بسبب ان الزوايا قايمة وبسبب ان الزوايا 45 imal 25 الدي ليها حال تانى إبقى انا بلتل keine كاميرا كدا وعندي كاميرا كده هنروح نعمل ايه? هنروح ننصف الزاوية ننصف الزاوية تديني خلقة ربنا مسلس تعال اركز لي في المسلس ده المسلس الطول ده كده ده القاعدة كاملة طب ارتفاع المسلس ده كده هيساوي ايه? تعال اتنين حفظ طب وده كده بس الهدف من الكورسة كما عشان نحن مش هنحفظ يعني نهدف من الكورسة نحن نفهم ماشي? اهو طب الحتة دي حتة دي ارتفاعها برضو شورتة على الاتنين اه والله بسبب ايه? ان الزوادي 45 وبسبب ان الزوادي 45 وبسبب الزوادي 45 مثب كل الزوادي كام 45 فطلع ارتفاع المسلس الل شورتة على الاتنين دي كده ال وطلع ارتفاع الترابيزويدل الل شورتة على الاتنين برضو طيب انا هزح اللي باقى اعمل مسئلة دي ascult يلا تفضل حل هيطلع عينك. ليه يا عما هيطلع عيني? قل لك الكاميرا دي. طولها ال. ماشي. شورت. لأ ال شورت. وعليها حمل قمته او ارتفاع وكده ارتفاع المسلس. اقول لك ماشي. الارتفاع ده قد ايه? ال شورت على الاتنين. طب لنكلي بس الامور عشان هتلغبط. اقول لك لا خلص ما هتلغبطش خلص ما تنساش ان القانون بتاعك ال W ثابت. كاميرا زائد W حيطة زائد WS كل دول معاك. ده هيتضرف في مين بقى? هيتضرف في L شورت على الاتنين. غلط. لو قلت L شورت على الاتنين تبقى غلطان. ليه بقى? يا رب تفهمني في اللي انا جايه ده. اللي انا جايه ده عليه ده تقيل شوية. عايزك تفهمني. لو انت قلت L شورت على الاتنين كأن ان كل دول كده. راحوا للكاميرا. بس الحقيقة المساحة اللي راحت للكاميرا مش مستطيل. المساحة اللي راحت للكاميرا مثلس. يعني هل المساحة اللي راحت للكاميرا L شورت على الاتنين? لا. طب هل رقم اكبر من L شورت على الاتنين? لا. طب هل رقم اصغر من L شورت? اه رقم اصغر. فيه فاكتور. الفاكتور ده انا ممكن اقولك بالنظر كده هو نص مش معنى نص لان بلعين كده المسلس ده كده فقط نص مسحته من ناحية دي ونص مسحته من ناحية دي فاللي راح كأن كأن انا جبت مستطيل وضربته في نص فلما ضربته في نص كأني طيارت نص ده نص المساحة وبقى نص المساحة معلش مش فاهمها اوي اقولك حاضر انا عايز اروح اعمل ايه انا عايز اروح اخد ال W دي احسب منها شير صح او لا طيب طبعا ده جماعة ثابت وده جماعة ثابت وتقريبا برضو ال WS ده ثابت الكلام كله في الفاكتور في ال L شورتة على اتنين ماشي طيب يا الله انا محتاج اعمل ايه محتاج اروح اقوله WS في L شورتة على اتنين في المسلس هو المسلس عامل كده مسلس عامل كده وعندي ده كده السابورتة بتاعتي وعندي ده كده الارتفاع ده كده L شورت على اتنين والطول الكاميرا L شورتة وقيمة هنا الحمل WS في L شورتة على اتنين بس بالمساحة دي دسة عندي WS القيمة WS بس WS متغيرة WS هنا مرة دي تبقى L شورتة على اتنين L شورتة على اتنين تعال نقولي اللي هي تلاتة على اتنين تلاتة على اتنين طبعا انا عايز اروح اعمل ايه عايز اروح احسب الشير مثلا مثلا فروح احسب الشير هيطلع عيني شوي ليه بقى اجلو والله مثلا ده ايه بلاش ارقام خليك رموز عشان تلاتة على اتنين دي هطلق بطاك L شورتة على اتنين اجلو والله دي دي كده المسافة دي كده L شورتة على اتنين جميل فقيمة الحمل اللي هنا هو WS في L شورتة على اتنين اقول لك صح وهنا كمان قيمة الحمل فهو WS في L شورتة على اتنين اقول لك صح قلبي قلبي طيب لما هل تتيجي تجيب الشير أنت بتتيجي تجيب الشير إزاي بتيجي تجمع сигما ووي بيسه وزيره أو تجية تاخد مومنت هنا فأنا اروح أخد مومنت هنا لو أنا عايز ما حسوب الشير ده الطريق لكن ده يعني الطريق فأنا هروح أ RED appealing a Generation solution ده ازاي أقول الـ reaction ده والله أعنون مش معي أقول ليتدرب فء المسافة دي اللي هي اللي شورت وأقص منه الـ reaction ده مضروب في المسافة دي طب الـ مسافة دي اللي هي كم ده كده تلت وده كده التلتين طب وده كده تلت وده كده تلتين فده كده تزود عليه إلي شورت على الاتنين زائد التلتين من ناحية دي وتنقص منه كمان الحملة اللي جالك من ناحية دي مضروف في المسافة المهم انت تشقلبت عشان كل الارقام دي معاك وطلعت الرياكشن ده تعال نقول الرياكشن ده تلاتين تلاتين اقول لك ماشي بس انا كده هعمل موضوضة كتير قوي ليه هتهم موضوضة كتير قوي انا مش عندي مسلس في كاميرا واحدة والموضوع انتهى انا عندي مسلسات كتير قوي وعندي تربيزويدالز كتير قوي طب الحل ايه احنا هذين سهل الحل عن نفسنا شوي بدل ما اروح اجيب الرياكشن ده والحملة ده وبعدين اروح اجيب الرياكشن وبعدين بعد ما اروح اجيب الرياكشن اقسم الرياكشن على الاتنين وممكن يبق الشكل التاعي معقد وبعدين هعمل كده مرة في الشير وبعدين هعمل مرة كده عشان اجيبي المومنت بتاعي في النص وهيطلع عيني طب الحل ايه؟ قالك الحل تعالى نسهل على نفسنا شوي مشر اكشن ده تلاتين اقول لك اهو لما كان المنظر بتاعك عامل كده اقول لك اهو طب ما تيجي نكافئ الشكل ده بمستطيل تعالى تقول لي طب ما احنا حاولنا ان احنا عملنا المستطيل كده لا لا بقى اعمل ناصح مش هناخد المستطيل بكامل ارتفاعه هناخد المستطيل مضروب في فاكتور الفاكتور ده اكيد اقل من الواحد يعني تعالى اقول لك ايه؟ تعالى نحول الشكل ده ليه شكل عامل كده هو اللي شورت برضه تعالى يا عم نكافئ الحمل المسلس بحمل المستطيل اشمال المستطيل عشان المستطيل سهل اقف حساباته يعني تعالى اقول لك ايه؟ لما انت جيت قلت ان ال WS في اللي شورت على الاتنين بس في المنظر ده تعالى دين كافئها بمنظر كلقاتي انه دي كده بتساوي ايه؟ فاكتور تعالى نسميه C-A C-A فيه؟ WS في اللي شورت على الاتنين مش لو انت عملت كده هيبقى الموضوع بالنسبلك سهل؟ اقول لك اه بس قيمة ال C-A دي بكام؟ اقول لك سهلة قوي يا عم احنا هنطعب ونحسب ده مرة ونطلع الرياكشن طلعت الرياكشن؟ معلوم اه 30 طن مثلاً طبعاً انا جماعة WS معايا والل شورت على الاتنين معايا يبقى هنا معايا رقم معايا رياكشن رقم وتعالى اقول WS معايا والل شورت على الاتنين معايا من المجهول C-A تعالى اقول لك C-A دي بكام؟ بحس يديني هنا نفس الرياكشن اللي هو 30 يبقى انا كايني عملت ايه؟ حسبت الشكل المعقد وحسبت له رياكشن وقلت له ايه؟ طب لو الشكل ده مش معقد الشكل ده مستطيل بس هندرب المثلث ده في نسبة النسبة دي تبقى كام؟ هي دي المجهولة بحس يديني نفس الرقم نفس الرياكشن عشان يبقى اللود هو هو ويبقى حاجة طلعنا حاجة اسمها C-A طيب جي قالك لو انت حسبت C-A تلع مثلا بنص يبقى نص WS في اللي شورت على الاتنين تديني نفس الرياكشن ولو انا كنت حسدت بالطريقة المعقدة كان يديني نفس الرياكشن فالاتنين هديني نفس الشير فخلاص انا هاعتمد ان اي مسلث بالمنظر ده اضرب ال WS في اللي شورت على الاتنين في فاكتور نص يبقى كأن المسلث ده هو كأنه مستطيل بنص الارتفاع اقولك صح مية في المية بس جي قالك ايه لو انت حسبت نفس الفاكتور ده بالزبط بس للمومنت هيطلع النتيجة مش دقيقة ليه بقى يجي يقولك بص المسلث ده كده تاني نرجع له المسلث ده كده سيق المسلث ده كده ارتفاع وقلي شورت على الاتنين وهنا كده كمان طوله قد ايه طوله طي لو احنا عايزين نيجي نحسب هنا بالزبط في النص ماشي سهلة هنحاول ونجتهد ونجيب الرياكشن وبعدين بعد ما نجيب الرياكشن هنجيب الوزن الحمل اللي هنا ونجيب الرقم ده وديل السهم التحت ماقص الرقم ده وديل السهم التحت ونفرق هنعمل الاتنين بالزبط ونحسب المومنت هنا والكلام ده يا جماعة مظبوط في ورق المهان السياسة اللي سي طبعا هتركوا بدي افات المهان السياسة اللي سي كلها ودي افات دكتور ماشهور غنيم كلها والاكواد المصرية دلو المصادر بتاعتي بالنسبة كبيرة يعني بزيت الورق المهان السياسة اللي سي ودكتور المشهور غنيم والكود بالترتيب كده هم دول المصادر اللي انا بحضر منهم يعني وخصوصا كمان ان انا كنت هندسة تانشامس فكان بالنسبة لي ورق المهان السياسة اللي سي ده هو ده المنهج بتاع الكلية بتاعتنا وده هيظهر خلاف ما بين جامعة تانشامس وجامعات تانية لما ديجي اشرح موضوع السي اي والسي اي داوات واقول لك ان في جامعات تانية تستخدم الفا وبيدا طيب المهم حسبنا المومنت اه حسبنا المومنت طلع المومنت برقم الرقم ده هنحطه على شكل مستطيل اهو واجاقول ايه والله لو انا عندي المومنت هحسبه هنا بالزبط في النص والمومنت ده بتاعنا اقول المومنت هنا بخمسين انه اجا اقول لك ايه امتى يكون المومنت بخمسين في حالة لما يكون عندي فكتور خاص بالمومنت rare ان احسبه الرقم هتلاقي المكافئ مختلف يعني الان فكتور علىشان احسب المومنت فاكتور عشان احسب الشير وفاكتور عشان احسب المومنت طيب السي اي والسي اي دول بكام بارقام سابتة ارقام سابتة موجودة هنا في جدول انا حتطولك اجا ولك ايه والله لما يكون الشاب مسلس يبقى خلاص السي اي بنص والسي اي اللي هو اللود اللي انت تحسب منه المومنت بكلتين طيب لما يكون اي مستطيل بأي ارتفاع مش لازم الا شرطة على الاثنين الاتشي دي ايا كان بس الزاوية هنا خمسة وربعين وخمسة وربعين يبقى برضو نص وتلتين طيب لما يكون مسلس شكله عامل كده ده بنشوفه في حالة الكنثليفر وعشان علك الكلام ده ضع يبقى نص في تلت حسب الحاجات دي ازا يبقى الفاكتور سي اي و سي اي طيب لما يكون المسلس عامل كده وزاويتين خمسة وربعين وده الكنتليفر على الاثنين يبقى نص ونص نص وتلتين. طب لما يكون ترابي زوية دل. ليها بس ايه? نسبة. لان الرقم هنا L و L مش سابتين. المثلس هنا دايما بيبقوا ايه? ليهم علاقة? المثلس هنا دايما ليهم علاقة ببعض. لان دايما L تاعتين مثلس وهنا L تاعتين مثلس. وهنا L تاعتين مثلس. فهي الرقم هنا لما تيجي تقسهم على بعض يطلع يطياره بعض. هنا جميعا مفروض L تاعتين. فلما تيجي الطاير ده عداية ده يزال لك مسلا ايه? نص يصلك تلتين. نعم هنا L و L مختلفين عن بعض. فعشان كده C A ليها معادلة. واحد ناقص نص L على L شورت. طب هو C A واحد ناقص تلت L على L شورت سكوير. وهقول لك بقى ايه في اخر الفيديو برضو الجامعات التانية شغالين ازاي? بقى هكتب هنا بس حابة حاجات كده. اللي انا محتاج اقول لك عليها في اخر الفيديو وهو موضوع ايه? توزيع الاحمال. موضوع توزيع الاحمال برضو. ملحوظة تانية ملحوظة اتنين. ملحوظة واحد. موضوع الالفة والبيتا في الكاميرات بس انا هل مش هقول لك الفة وبيتا عشان مال لك بطاقشي. طيب دول محتاجين نقولهم في اخر الفيديو يا باشا قبل ما نيجي نحل مسائل اقول لك ماشا معلم. طيب. السي ايه والسي ايه بقى? تعال نفهم اكتر. لما يكون ترابيزويدل يبقى واحد ناقص نص واحد ناقص تلت ال على ال شورت لكل سكوير.